هذا البرنامج بالعاية ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنستكمل حديثنا عن ملف الأسرة ونرحب بضفنا في الستوديو دكتور أيمان محمد فايد الأمين العام لللجنة الشعبية لتوحيد الأمة مرحب بك دكتور أهلاً شعلاً أهلاً بيكم دكتور أصبحت مصر بتتصدر المركز الأول في معدلات الطلاق حسب إحسائيات الأمم المتحدة اللي هي نسبتها 44% وتشريد نحو 7 مليون طفل على في مصر دكتور إيه هو؟ طبعاً الظاهرة دي بقت يعني إحنا بقنا متصدرين على مستوى العالم ما عزين نعرف إيه هو سبب الحقيقي في ارتفاع زيادة حالات الطلاق في مصر بسم الله الرحمن الرحيم ابتداءً هو يصع على أي باحث اجتماعي أنه هو يرصد ظاهرة معينة دون الولوج إلى البيئات التلاتة لها سواء البيئة الداخلية أو البيئة الإقليمية أو البيئة الدولية العلاج من الكلام الكتير اللي داير حوالين حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الرجل وحقوق الإنسان حتى حقوق الشيطان كلمة حقوق يا أخوانا كلمة جميلة جداً أول ما بتطلق على أي شيء خلاص محدش بيقدر يقف قصدها ولكن أي حق في الدنيا مقابل واجب لازم أن الواجب دا يؤدى إليه يعني مثلاً لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يحفظ للشيطان حقه لما قال سيدنا عمر بن الخطاب في الواقع الشهيرة صدقك وهو الكذوب لما يجي أقول حقوق الحيوان حد حيزعل بالعكس لما يجي أقول حقوق الإنسان محدش هيزعل على الإطلاق بل حنبه مبسوطين وفرحانين لأن أساساً دنا وأساساً البشرية والحضارة كلها بتعمل على اطراحهم بين الشعوب بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولكن يجب أن أنا أحط كلمة حقوق وصدها واجبات وما نعملش أجندات تفتيتية في المجتمع البلدان مش نقصة وبالذات مصر المصر عليها العين من الخارج فجزئية المجلس القوم الحقوق الإنسان زي ما بقوله في البداية حقوق المرأة زي ما بقوله في البداية الجواب بيبان من عنوانه إزاي أنا بقول قومي في العلوم السياسية أقولك اضرب خط مائل في كلمة قومي وحطوا نقطتين فوق بعض وكتبوا صوتها وطني المجلس الوطني وده اللي الرئيس عفتاح السيسي بيحاول ينشئه بيقول اختلف ولكن تحت مظلة لن أقوله يحيى أبي يحيى أخي بل يحيى الوطن فإحنا نلتمس وجود رجل زي ده دلوقتي ونحاول بقدر الإمكان ناخد الحاجات اللي بقولها ونبدأ نصلح ما ندخلش في مهاترات وندخل في مشاكل وندخل في المرأة تمييز مرأة إزاي هو يجب يعني اللي هو الأسرة يعني لها ما ننصفش المرأة على حساب الرجل الله يفتح نديها حقها بالعدل ولكن ما روحش أنا أدل المرأة حقوق عشان أنا خايف يتقال علي أن أنا ضدها لأ اعدل بدلوقتي بقى فيها دكتور حالات كتيرا من السيدات بتستخدم الحقوق دي ضد الأزواج فطبعا وصلنا إلى ارتفاع حالات الطلاق وهدم كثير من البيوت بالزبط كده ده مش هدم كثير من البيوت بس لأ ده كمان القوانين اللي بتصدر ديت على فكرة مش من مصر بس القوانين ديت من زمان من سنة من مارس من ديسمبر سنة 1999 من قام الرئيس السادات الاتفاقية الدولية كانت بتنص على 30 مادة قعدوا نقشوها 5 سنوات استشارات سياسية واجتماعية ونفسية وتطبية على أساس يطلعوا بال30 مادة 30 مادة دي كانت مواد جميلة جدا كلها حقوق وحاجات لو كلمنا فيها أي حد حيفرح بيها ولكن عقب السنوات اللي فاتت الغتمة وصندل دلوقتي من 79 لدلوقتي القانون أقر سنة 80 يبقى من 80 لدلوقتي بدأوا يطبقوا هذه الأمور فليس فلان كرئيس أو حكومة في البلد الفلانية أو في مصر أو في غيرها ملامين كبيئة داخلية المسألة مفروضة علينا من الخارج من الخارج صافة دكتور أيمن بالنسبة للمرأة حاليا بتقول هي مش وقد حقها مكتسبات المرأة اللي تمت على مدار من 2005 حتى الآن في الزل عوارق رانون 2005 بيقول إن الطفل سن حضانة الطفل يبقى 15 سنة كان سنة 80 كان سبعة سنين للولد وتسعة سنوات للبن تعدل بعد كده في 92 بقى 12 سنة و10 سنين للولد ثم في 2005 جاءت الطنبة الكبرى وبقى سن الحضانة بقى 15 سنة ثم يخير أمام المحكمة إيش مع مين لا يحدث هذا إلا في مصر بس الحقيقة في برة حتى في السعودية المملكة السعودية سن الحضانة زي ما قال في الدين وتقال في القانون والسيكوليج بتوعين من نفس قالوا إن سن الحضانة الولد محتاج أبوه بعد سن سبعة سنين بالنسبة بقى التربية بالنسبة العادات وتقاليد المجتمع اللي عايش فيه بالنسبة اللي هو يكتسب من خلال أبوه يكتسب يعتبر ما يكتسبه من علم وتدين البنت كمثلي التسعة السنين جي قانون 2005 إدى عوار للوضع الحالي إحنا بقينا رقم واحد على مستوى الوطن العربي في حالات الطلاق إحنا عندنا مليون ومئتين ألف حالي الطلاق في 2018 تمام؟ هل القانون الحالي بينصف الطفل بعيد عن الأم والأب هل القانون الحالي بعد طلاق الأب والأم ده بينصف الطفل؟ لا منصوش الطفل على طلاق ولا بينصف الأم ولا بينصف الرجل ولا بينصف الأسرة ولا بينصف الدولة ولا بينصف الوطنية ولا بينصف الأمة على الإطلاق هو بينصف المرأة بس ولا بينصف المرأة المرأة لما تنصف يببضض إن ابنها ينشأ تنشئة سليمة المرأة لما تنصف تببضض البلد طبعا لا أنت بتعملي قانون عشان إيه؟ عشان الأسرة حلو الأسرة دي إيه؟ هي الدولة الصغيرة مظبوط الدولة الكبيرة بتتكون من هذه الدولة الصغيرة فلو أنا جيت اديت لطرف من الأطراف حقوق ضد الأطراف الأخرى يبقى أنا دخلتهم في الأجندات التفتيتية اللي هم بدئنها لأن يا أخواني دي مؤامرة ومؤامرة كونية إزاي الدولة المدنية الحديثة تسقط في مجتمعاتنا العربية والمجتمعات الأفريقية في دول العالم التالت وبالذات والأخص أمن العرب وبأخص الأخصيص في مصر إزاي الدولة المدنية تسقط في مصر ومن إحنا بنشوف الرئيس بتكلم في الجزئيات دي بكتير وبح صوته في هذا الأمر يا أخواننا ودقنا قص الخطر بدر عشرات المرات الأمن الأسري أو الأمن الاجتماعي هو أمن قومي بالزبت فأنت بتخش في الأسرة بتفتت الأسرة طب نرجع هنا لملف المجلس الكومي للمرأة أنت شايف إيه الدور اللي بيكون بيه المجلس الكومي للمرأة وهل هو بيساعد المرأة عن مثلا الجدة والحفيدة والعمة والخالة والأم ولا هو مخصص لمجلس كومي لمطلقات يعني عايزين نفهم دور المجلس الحالي وما يتردد وما يقال عن أنه ليه دور مش إيجابي تماما في الفترة الأخيرة هو قدر أنه هو يخلي المرأة المصرية تفكيرها بأسلبي قدر يوصل أن المرأة المصرية من غير الراجل أنت تقدر تعيش وتقدر 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 اللي أنت الأولاد بأمعاتي فأنت من خلال دو تقدر تاخد مكتسبات للأسف يعني بعض أعضاء المجلس طوله وقاله أنت ليك مكتسبات وطلع علينا قانون من حوالي 48 ساعة مليء بالعوار سواء القانونيين أو الباحثين أو علماء النفس يتقالي أن القانون ده ده قانون ما ينفحش أصلا يتقال ما ينفحش يطلع أو يتقري فأنت شاهد دور المجلس القوم من المرأة هل هو بيساعد المرأة المصرية للوصول بالأسرة إلى بر الأمان كمجتمعي؟ نعم هي دايما النظرية الأساسية اللي هي قانون العلية المسير والاستجابة المقدمات والنتيجة اللي هي الأسباب في البداية وبعد كده النتيجة الحتمية اللي بتتترتب على هذه الأسباب أو العناصر أو المكونات أو المحتويات أنا قلنا الجواب بيبنى من عنوانه الاسم في حد ذاته خطأ المجلس القومي لحقوق المرأة عندك كلمة قوم وعندك كلمة حقوق بدون ما يتنصف قصاتها بواجبات وعندك للمرأة فأصبحت أنت رايح تجيب حقوق للمرأة فميزت المرأة ترميز سلبي وقع ظلم وبعدين أنا بقول لحضرتك القضية مش شاملة الرجل والست فقط ده شيء للأم وهنا إحنا بنقع في أخطر عيب ممكن يصيب المجتمعات ويصيب الدول وللأسف عبارة عن فيروس بيهدم إمبراطوريات اللي هو التنافر المعرفي اللي هو التناقض اللي هو النفاق هاب إنه فلانة اللي هي الجدة أو العمى أو الخالة أو الزوجة عندها مشكلة فبتحاول تاخد مكتسبات من الرجل والمجلس القومي دلوقتي بيديها هذه الأمور اللي هي في واقع الحال هي ظالمة هي لها أخ هو وقع في نفس المشكلة مامتها أو هي هتوقف مع مين هتوقف مع أخوها ضد مين ضد زكتور في حين إن الأم والأب والأخ من شوية صغيرة كان واقف مع هذه الأخت ضد مين الحقيقة دكتور وقتنا الحقيقة للأسف قرب على الانتهاء الملف مازال مفتوح في الأيام القادمة والحلقات القادمة ساعدنا بيدي دكتور أيمن فايد المتخصص في البحث بالنسبة للأسرة المصرية وإن شاء الله على معاة تاني بإذن الله هنفتح الملف في مازال مفتوح بنشكرك يا دكتور على تواجدك معنا بنشكر لأستاذ المشاهدين على حسن المتابعة وفي الحلقات القادمة إن شاء الله نستكمل موضوعنا شكرا لكم محمد يصلكم مبروك حسنين وأنا دعا حجيزي شكرا شكرا ازال برنامي برعاية اشتركوا في القناة